موسيقى صيد لكنوز العراق وجر لمائه ونفطه لم يتوقف منذ سنين الى جنوب الفاو المستهدف مجددا بمخطط ايراني يدق جرس الانذار هذه المرة لمصير ميناء خور العمية النفطي لم تكن نهاية المطاف هنا بل ان ايران التي شيدت محطة ملاحية في مدخل شط العرب تهدد بتلاشي موانئه وثيقة يكشفها النائب كاظم الحمامي تبرهن ما اقدمت عليه ايران بحقائق صادمة وكارثية قد تأكل ما تبقى من ميناء خور العمية الوثيقة الموجهة مباشرة الى وزارة النقل طرحها النائب الوزارة الخارجية بتسعة محاور احتجاجا على انشاء المحطة تكشف الوثيقة عن خطر المضايقات وحجمها بهذه الرقعة تحديدا وتأثيرها على مسارات السفن الداخلة والمغادرة من و الى موانئ شط العرب حجم الخطر على ميناء خور العمية وعائدية الرافعة عن ترائد هي بالاصل رافعة عراقية تعرضت للغرق فاستحوذت عليها ايران الامر برمته يرفع معيار الغضب على هذه الاجراءات الاحادية من الجانب الايراني دون احترام المعاهدات الثنائية او الرجوع الى العراق في الشروع بمثل هكذا خطوة ما يجمع على تهديد هيبة الدولة ويطرح تساؤلات عن دور الحكومة لردع ما يجري في مياه الفاوب العموم كل هذا يوضع في اطار اكثر خطورة عندما يكشف عن اوراق فساد باستغلال ميناء خور العمية بحجة الصرف عليه وهدر الملايين وكأن الماء والارض ونفطها كلها مستباحة دون حاسيب او رقيب بل ان بعضهم يسهل على حيتان دولة جارة ان تلتهم حق العراق في انتظار رد عملي من الهيئة البحرية العليا او موقف رسمي يحفظ هيبة البلاد وخيرها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر